قال موقع ميدل إيست مونيتر البريطاني إن التكهنات حول أزمة بين السعودية ومصر تزايدت مؤخرا موضحا أن هذه التوترات طفت على السطح خلال الأزمة الاقتصادية الخطيرة في مصر وفي السياق شن رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية المصرية عبد الرزاق توفيق هجوما غير مسؤوق على السعودية وذلك عقب انتقادات كتاب سعوديين لسيطرة الجيش المصري على اقتصاد البلاد فماذا في آخر المستجدات؟ أشار موقع ميدل إيست مونيتر البريطاني إلى أنه وفقا للبنك المركزي المصري في عام 2019 قدمت السعودية ودول الخليج للنظام المصري أكثر من 90 مليار دولار منذ استيلاء الجيش على السلطة في صيف 2013 وبحسب الموقع فأن صندوق النقد الدولي دعا دول الخليج إلى الوفاء بتعاهداتها الاستثمارية لمصر في الوقت المحدد حتى تتمكن من تغطية ديونها الخارجية في السنوات المقبلة كما أنه في المملكة أعرب الكاتبان تركي الحمد وخالد الدخيل عن اعتراضات على سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري ولفت الموقع إلى تغيب السعودية والكويت عن القمة التي استضافتها الإمارات في التاسع عشر من يناير والتقى خلالها السيسي بأمير قطر وملك البحرين وسلطان عمان وملك الأردن لبحث المساعدة الاقتصادية المحتملة لبلاده وأضف الموقع أنه قبل ساعات من القمة قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لمنتدى دافوس الاقتصادي إن بلاده ترفض دفع المزيد من المساعدات أو المنح المالية إلى حلفائها دون أن تنفذ تلك الدول إصلاحات اقتصادية شن رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية المصرية عبد الرزق توفيق هجوما على السعودية في مقال نشره الخميس بعنوان الأشجار المثمرة وحجارة اللئام والأندال وتسأل قائلا لا أدري لماذا تثير قوة الجيش المصر العظيم وقدرته جنونهم وأحقادهم والغريب أن يأتي الهجوم والإساءة من المفترض أنه شقيق لكن وإن كانت مصر تترفع عن الصغائر وممارسات الأقزام الصغار لكنها لن تقبل بدغوط وابتزاز وتابع قائلا يطلق السفلة والأقزام والحاقدون على قوات وقدرة مصر الأكاذيب والإساءة المستمرة وواصل هجومه قائلا لا يجب على الحفات العرات الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا التطاول على مصر زينة وأم الدنيا ليس من حق اللئام والأندال أن يتطاولوا على أسيادهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر